نيوزيلندا تعتبر موطن لحوالي 4 مليون و700 ألف شخص نيوزيلندا عموما بلد رايئة جدا يعني عايز اقولك ان تعداد رؤوس الأغنام والأبقار فيها أكتر من تعداد البني أدمين النهاردة هنتكلم عن فرصة عظيمة للهجرة لدولة نيوزيلندا مش بس كده انت كمان خلال 3 شهور بس هتكون انت واسرتك موجود في نيوزيلندا أو انت لوحدك لو انت حابب ده الميزة الموجودة هنا ان انت عندك فرصة كويسة جدا تخليك تقدر تستقر بشكل أبسط بكتير وبمشاكل أقل بكتير من المشاكل اللي احنا بنقابلها و احنا بنقدم على الهجرة لدول تانية زي كندا وامريكا والمانيا عشان كده لو حضرتك بتخطط الهجرة خلال عام 2024 ياريت تركز في التفاصيل بتاعة الفيديو ده يا صباح الفل اهلا وسهلا بيك عزيزي المتابع نيوزيلندا دولة استقلت عن المملكة المتحدة سنة 1907 و عملتها الدولار النيوزيلندي نيوزيلندا بتكون موجودة في غرب المحيط الهادي وجنوب شرق استراليا عبارة عن جزرتين كبار و شوية جزر صغيرين حواليها ملهاش حدود برية مع اي دولة هي دولة الوحدة كده فيها موارد طبيعية كتير جدا زي الغاز الطبيعي زي خام الحديد الرمل والفحم والخشب والطاقة الكهرومائية و كمان الذهب المناخ بتاع نيوزيلندا معتادل صيفا وبارد شتاءا انا ليه بقولك الحاجات دي عشان يا بطل انت لو هتستقر في نيوزيلندا تبقى عارف ان انت عايش في دولة مناخها قريب جدا لمناخك بس مواردها اكتر بكتير من مواردنا تعالى بقى نشوف ايه الفرصة بتاعتنا النهاردة ان شاء الله هكلم حضرتك عن تأشيرة تديك الاقامة مباشر لو كنت عندك اي عرض عمل داخل نيوزيلندا طيب يا عم باسم ما هي نفس المشكلة بتاعت كندا لا بالعكس خالص هي اصلا مش مشكلة الفكرة في نيوزيلندا ان احنا عندنا شوية تولز هتساعدنا بشكل اسهل بكتير وفعلا الحاجة اللي ممكن تاخد معانا في كندا ستة شهور عشان ندور عليها في نيوزيلندا تلات شهور بالزبط وهتبقى موجود داخل البلد فرجاء اوعى تبخل علينا ان انت تعمل شير للفيديو ده على صفحتك وياريت تعمل لايك للفيديو لو عجبك وما تنسناش في الكومنت بتاعك لو في اي حاجة وقفة قدامك يلا بقى نصلي على الحبيب ونجري بسرعة نفتح الكمبيوتر عشان نوريك التفاصيل لانها بجد سهلة جدا طيب بسم الله الرحمن الرحيم في البداية مش عايزين ننسى اخواتنا في القطاع غزة واخواتنا في السودان من صالح دعائنا واخواتنا اللي عندهم مشاكل عرقية او مشاكل ابادية في اي بقعة من بقاع الارض وياريت تفتكرونا بدعائكم الطيب احنا النهاردة هنتكلم على ثلاث محاور ايه الوظائف اللي انا عايزها وعايز اشتغلها وازاي تأكد ان صاحب العمل ده فعلا هيساعدني وازاي اصلا ادور على وظيفة وايه هي الفيزا بتاعتنا دول كده اربع محاور مش ثلاث محاور طيب هقول لكم المحاور دي كلها في عجالة عشان وقت حضرتك بس انا محتاج انك تركز معايا شوية صغيرين خلونا نبدأ في البداية خالص تأشيرة للاقامة بيقولك هنا تقدم بطلب للحصول على تأشيرة اذا كنت تعمل حاليا او اذا كان لديك عرض عمل من صاحب عمل معتمد وكان دورك مدرجا في المستوى الاول من القائمة الخضراء المطلوبة يبقى احنا كده لو هنسافر هنسافر عن طريق حاجة اسمها القائمة الخضراء طيب ايه القائمة الخضراء دي يا تيريس القائمة الخضراء دي حضرتك شوية وظائف الوظائف دي كلها مطلوبة داخل نيوزلند تعالى بقى اقولك شوية حاجات سريعة وقت المعالجة بيبقى 3 اشهر 80% من اللي بيتم قابلهم بيتم قابلهم قبل 3 شهور ما يخلصوا 20% ممكن يستنوا شوية التكلفة بتاعتها بتبقى حوالي 490 دولار نيوزلندي والدولار النيوزلندي ارخص شوية من الدولار الامريكي الفئة العمرية بتاعتنا هنا اعلى حاجة ممكن تتقبل 55 سنة يعني حضرتك لو عمرك من اول 18 لغاية 55 سنة هتقدر تسافر ودي ميزة كبيرة جدا وكانت مشكلة بالنسبة لناس كتير عايزة تهاجر وللأسف في كندا في برامج كتير ما كانش بتقبل الاعمار دي مدة الاقامة هنا غير محددة الى اجل غير مسمى يعني حضرتك هتاخد اقامة دايما تقدر كمان بعدين تعدلها ان هي تبقى جنسية ووقتها تقدر تقدم على اي حاجة تانية وتسافر اي دولة تانية بكل سهولة لو انت مستبعد نيوزيلندا في حبة حاجات المفروض ان احنا ناخد بالنا منهم بص بيقولك يجب ان يكون الاطفال المعالون الاكبر من والذين اعمرهم 24 سنة عازبين وليس لديهم اطفال وانت تدعمهم ماليا يعني لو حضرتك عايز تروح نيوزيلندا باصرتك ما ينفعش تاخد معاك اولادك اللي هم اكبر من 24 سنة ولو هم اقل من 24 سنة لازم ما يكونوش متزوجين او مرتبطين قانونيا ولازم ما يكونش عندهم اطفال فبالتالي انت واولادك بس دي حاجة تنفع لمجتمعنا العربي جدا انت ممكن تيجي بتأشيرة عادي خالص ان انت جاي تشتغل وبعدين تقدم على الاقامة دي داخل نيوزيلندا تمام كده قالك تمام كده طيب كده يا صديقي احنا المفروض ان احنا هنعمل حاجة من حاجتين اول حاجة هنتأكد ايه هي القائمة الخضراء تاني حاجة هنتأكد من اصحاب العمل ازاي اعرف اصحاب العمل بس انا بتأكد من اصحاب العمل لازم الاول ادور على وظيفة دي كده الصفحة بتاعة القائمة الخضراء بيقولك ابحث في القائمة الخضراء عن الأدوار المطلوبة في نيوزيلندا إذا كان دورك مدرجا ولديك المؤهلات أو التسجيل أو الخبرة المطلوبة فقد تتمكن من الحصول على الإقامة فورا أو بعد عامين من العمل هنا يعني حضرتك ممكن تيجي تقعد سنتين وبعدها تاخد الإقامة ممكن تقودها على طول لو الوظيفة بتاعتك مطلوبة جدا بيقولك ابحث في القائمة الخضراء ما إذا كان لديك دورك في المستوى الأول للحصول على تأشيرة الإقامة المباشرة أو المستوى التاني للحصول على تأشيرة العمل إلى الإقامة وما هي المؤهلات التي يجب أن تحتاجها شفتوا لهذا كده كله ملخصه إن إحنا هنحتاج إن إحنا ننزل تحت كده ونشوف حاجة من القطاعات دي تعالى معلش أترجم لك تاني بص يا رايس ممكن تستخدم حاجة من دول وتبدأ تبحث يعني مثلا تعالى هنا أنا ممكن أقدم في الصناعة أو في الزراعة أو محترف الأعمال أو مشغلي الآلات أو البنائين أو المهندسين أو عمل تجهيز مصنع أو الخدمات الصحية أو تكنولوجيا المعلومات أو الصناعات الأولية والعلوم أو الصناعات الأولية والأدوار العلمية أو عمال خدمات الحماية أو الصفقات اللي هي المأولات طيب دي حاجة هخش على الأدوار أنا بشتغل طبيب ولا مهندس صوت ولا ممارس ولا مهندس هننزل تحت شوية هنلاقي فني هنلاقي مسعف هنلاقي محلل برمجي هنلاقي مساعد مدير ألبان ومزرعة هننزل تحت شوية كل دي مساعد مساعد بناء مدير مشروع مشغل بلدوزر طبيب طبيب جراح قلب طبيب قلب مستشار وظيفة مهندس كيميائي كل الوظيف دي اسمها القائمة الخضراء حضرتك هتبص هنا هتشوف الوظيفة اللي انت بتعرف تشتغلها ايه وتبدأ تقدم على ان انت واحد من الوظيف دي طيب تعالى مثلا وليكن نقول اننا ايه وظيفة مثلا تعالى نقول بسم الله انا عايز حاجة تكون بسيطة عشان ما يكونش متطلبتها رحمة تعالى هنا نقول له مثلا زراعة من غير ما نقوله الدول بتاعه نقول له يا بحس دي الوظيف اللي مطلوبة في الزراعة طيب بلاش زراعة تعالى نقول له مشغلي الالات بحس مشغل حفار مشغل بلدوزر مشغل حفارة مشغل صف مشغل محمل كل دي في المستوى اتنين قائمة فيها كل الوظيفة طيب انا كده معايا وظيفة اللي هي مشغل رافعة مثلا انا هتلاقيني سايبلك اكتر من موقع توظيف داخل نيوزيلندا هتقدر تخش تدور فيه على اي وظيفة انت محتاج تقدم عليها من الوظيف اللي في القائمة الخضراء بعدما هقدم وهشتغل هحتاج ايه هحتاج ان انا شوف صاحب العمل ده موثق ولا لا وليكن مثلا هو هنا اهو لو انا عايز اعرف صاحب العمل ده معتمد ولا لا لان انا بمجرد ما هبدأ اقدم السيفي بتاعي هيبدأ يبعت لي بيانات على الايميل طيب بمجرد ما بعت لي بيانات على الايميل هيبعت لي بيانات صاحب العمل هيبعت لي اسم الشركة او الاسم التجاري وهبعت لي رقم الاعمال الرقم ده هيبقى رقم مكون من 13 رقم هتحطه هنا هتلاقيني سايبلك كل ده في الكومنت المثبت هتحطه هنا وهتبحث عنه لو معتمد هيكتب لك ان صاحب الشركة ده معتمد لو مش معتمد هيكتب لك ان صاحب الشركة مش معتمد وليكن مثلا انا هقدم على شغل في مكدونالز فعايز اعرف مكدونالز معتمد ولا لا تعال مثلا نرجع وراء كده نجيب قهوة مكدونالز عادي خالص نجيب اسم مكدونالز كده نيجي هنا كده في الخانة دي ونحط مكدونالز ونقول له بحس هنا بدأ يديني الاعتماد تعال اترجم لك عشان برضو تبقى ايه عارف تقرأ الدنيا معي قال لك اصحاب العمل المعتمدين في مكدونالز اي شركة من دي واخدة من مكدونالز في نيوزلندا يعني مثلا عندك اهو مطاعم مكدونالز نيوزلندا المحدودة دي معتمدة تاريخ انتهاء الاعتماد عشرة الفين واربا وعشرين لحد عشرة الفين واربا وعشرين تعرف تقدم فيها عادي خالص الاعتماد بتاعها انتهي طبعا هم هيجددوا الاعتماد بتاعهم طيب ايه المطلوب تعال بقى نترجم لاننا دلوقتي عملت لك شوية حاجات وارد تكون لغبطت في البداية خالص احنا اتفقنا ان احنا ندور على حاجة اسمها قيمة الخضراء قيمة الخضراء دي مقسمة لرقمين قيمة الخضراء واحد قيمة الخضراء اثنين قيمة الخضراء واحد اللي هي حاجة لها علاقة بلطة مريد وما شابه ذلك وحضرتك بتخش على طول من غير ما تاخد سنتين في الاول يعني مجرد ما بتخش بتاخد الاقامة على طول الاقامة الدائمة القيمة الخضراء اثنين لازم حضرتك تيجي تشتغل في الاول سنتين وانت في سنتين دول بتقدم على ان انت تاخد الاقامة الدائمة بتاخدهم بعد سنتين على طول يعني هترعد سنتين وبعدين تاخد الاقامة الدائمة بتاعتك طيب بعد ما بقدم وبامشي ازاي ببدأ اخش مواقع التوظيف هتلاقيين يسايب لك مواقع التوظيف في الكومنت المثبت وفي شرح الفيديو هتخش تدور على الوظائف بتاعتك وبعد ما تدور الوظائف بتاعتك تشوف الوظيفة بتاعتك دي في القائمة القضرة ولا لأ وبعد اما تدور الوظيفة بتاعتك دي في القايمة الخضرة ولا لا تخش تشوف صاحب الوظيفة ده معتمد ولا لا وتبدأ تقدم السفي بتاعك عموما في كل الاحوال هتلاقي اصحاب العمل النيوزيلنديين بيقبلوا بسهولة جدا اي حد عايز اشتغل دولة تعدادها الي دولة الفرص فيها كتير جدا عشان كده حرفيا اللي انت هتعمله والمجهود اللي انت هتعمله عشان خاطر تيجي كندا بجد هتعمل ربع عشان خاطر تروح نيوزيلندي انا النهاردة حاولت ان انا بصت الدنيا في الفيديو ده وان شاء الله هعمل فيديو تاني يكون اسرع من ده اقدر شرح لك فيه الحاجة بالتفاصيل سكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته